أتوقع وكلام أكيد أنه إقامة مباراة الأندية الكبيرة بعد ربع ساعة من موعد صلاة العشرة في مكة هو قرار غير رياضي قرار مفروض على الرياضة وبالتالي لا تستطيع هيئة الرياضة ولا لجلة المسابقات إلا الالتزام بهذا طيب كيف ممكن نعالجها المشكلة؟ أو نصل إلى نقطة التقاء بين الأندية والمسؤولين في الرياضة؟ والواضح أنه اللي ينفذ مثل هذا القرار هيئة الرياضة ولجلة المسابقات وبالتالي أعتقد أنه هذا الموضوع لا يمكن التلاعب فيه خاصة أنه مرتبط بعوقات الصلاة مرتبط بجهات دينية وهذا يعني ما هو شيء جديد يعني يمكن من يعني نلتزم فيه من عشرين سنة أو أكثر من عهد الأمير فيصل بن فهج رحمه الله ومباراة الأندية الكبيرة تقام بعد صلاة العشرة بربع ساعة ربما جاءت فترات بحثا عن مسألة التسويق بحثا عن مراعاة بعض المناطق مراعاة أيام الشتاء والشهرين زي ما قال أبو سلطان هذه ممكن في الواقع عندك مساحة كبيرة أنت تلعب فيها مباراة الأندية الأخرى مباراة يعني غير مباراة الكلاسيكو أيضا عندك أنت مجال أنك تضع لا تضع مباراة مبارتين مثلا مباراة الديربي أو الكلاسيكو في يوم واحد أو في وقت متقارب زي ما حصل مثلا في الأسبوع الماضي عندما جدوا إلى مباراة الاتحاد والأهلي الديربي في منفردة في يوم السرق أعتقد أنه كان يوم جميل صحيح الفريقين من جدة لكن كل المباراة الأخرى يمكن في الواقع التعامل معها بنفس الشكل مع الالتزام بالمواعين مباراة العصر ممكن أن تقام إذا مثلا يلتقي النصر والقادسية مثلا إيش في الرياضة أو في الشرقية ما إيش اللي يمنع أنك أن تقيمها بعد صلاة العصر في مكة وتنتهي في وقت معقول جدا على الهاشتاغ الصقر يقول أفضل وقت المباريات بعد صلاة العصر وهذا كان سابقا وماشيين زي الفل يعني يتفق مع كلامي أنا أقول أن بعض المباريات بعض المباريات بعض المباريات التي تقول في خطرة العصر كانت صراحة مباريات حماسية وكان لها طابعة خاصة نكهة خاصة حيدر مطالب يقول أسوأ توقيت هو بين المغرب والعشاء صحيح هو فعلا أسوأ توقيت لأن مواعيد الصلاة متفاوتة بين مدن المملكة يعني في مناطق مثل مكة مثلا عندما تقام برابع صلاة المغرب في مدينة أخرى يدخل عليك المغرب والعشاء وبالفعل هذا قد يفوت على بعض الصغار أداء الصلوات في أوقاتها وهذا في الواقع هو ربما يظهر ما قالته الصحيفة إنه شكاوي أولياء الأمور